رؤية التحديث الاقتصادي ملزمة للحكومات وهي معيار قياس أدائها والتزامها أمام مجلس الأمة هكذا خاطب جلالة الملك أعضاء مجلسي الأعيان والنواب لدى افتتاح دورة ثانية لمجلس الأمة التاسعة عشر كما أكد أن تحديث المسارين السياسي والاقتصادي لا يكتمل دون إدارة عامة كفوة مذكرا بأن الأردن قد قطع شوطا مهما في إرساء قواعد رسخة لتحديث الدولة وتعزيز مناعتها إن التحديث الشامل بالمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية بكل جوانبهم مشروعا وطنيا كبيرا يجب أن تدور حوله كل الأهداف الوطنية وتسخر الجهود والموارد لتحقيقه وعلى مؤسسات الدولة تبني مفهوم جديد للإنجاز الوطني يلمس نتائجه المواطنون ولن نقبل بالتراجع أو التردد في تنفيذ هذه الأهداف